بدأت قصة رويا في إحدى قرى ريف الفيوم في مصر معظم الناس في القرية كانوا بيشتغلوا ساعتها في الزراعة وكانت رويا عندها 14 سنة وبتصنع حيوانات فخرية مع أطفال في القرية عشان يلعبوا بيها وفي يوم جت فنانة للقرية لقيت رويا فرصة إنها تنامي شغفها وقررت العمل مع الفنانة بالفخار وكانت هي دي بداية الرحلة في الوقت ده كانت ورش العمل مخصصة للرجال لكن رويا ماهتمتش وكسرت كل الأعراف أنشأت مع زوجها ورشة الفخار الخاصة بيها طورت مهرتها للتكار منتجات مميزة ممكن تتنافس في السوق لكن المشكلة إن رويا كانت أمية ومعرفتش تقرأ طلبات العملاء أو تجري الحسابات لكن ما سابتش الموضوع ده يكون عائق قدامها تعلمت القراءة والكتابة والرياضيات ومثرت قريتها في فرنسا وبعد كده تطورت ورشتها وبقى عندها ورشتين مع 14 عامل للمزيد تابعونا فينانجل فريدم تولي ترجمة نانسي قنقر